منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم الحالة الاقتصادية والخلافات الزوجية جلست تتحدث مع زوجتي عن الحالة الاقتصادية وقالت بكل أسى أصبحت الماليات سبباً في الكثير من الخلافات مع زوجي عزيز الدارس تعرف في هذا الدرس على تأثير الماليات على الخلافات الزوجية وذلك من خلال الموضوعات التالية عدم التزام الرجل بالنفقة الشرعية كيف يكون الإنفاق على المنزل وما هي حدوده عدم وجود الشفافية المالية في الأسرة عدم المشاركة بين الزوجين في حل الأزمات المالية أنشطة دهنية من الأسباب المالية للخلافات الزوجية عدم التزام الرجل بالنفقة الشرعية لقد جعل الله عز وجل الإنفاق من مسؤوليات الرجل فما دمت القوام عليها فعليك أن تدفع النفقة قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أبنائي أطرح عليكم سؤالة كيف يكون الإنفاق على المنزل وما هي حدود الإنفاق يكون الإنفاق على حسب قدرة الرجل قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والنفقة على المرأة أمر نسبي يخضع لظروف معيشة المجتمع ولظروف دخل الرجل فكلما كان في دخلك زيادة فيجب أن توسع على أهلك أما من ضيق عليه فتكون نفقته على قدر دخله وعلى قدر موارده وعلى المرأة ألا تحمل زوجها ما لا يطيق وألا تقارنه بالآخرين وتقول لست مثل فلان ولا علان وبيت آل فلان كذا وسيارة آل فلان كذا لا يجوز لها ذلك عدم وجود الشفافية المالية في الأسرة إن تجنب الخلافات المالية تبدأ خطواته منذ فترة الخطوبة فمن الضروري أن يتصارح الشريكان حول الأمور المتعلقة بوضعهم المادي لكي لا يصطدم بذلك بعد الزواج فتؤدي إلى مشاكل زوجية سببها الخلافات المادية فعليكما أن تتصارحا في عدة أمور مالية مثل الأجر الذي يتقاضاه كل طرف منكما ومستلزماته ومسؤولياته المالية مثل أن يكون الشريك مسؤولا عن ذويه أو على عاتقه بينما عدم المشاركة بين الزوجين في حل الأزمات المالية يجب على الزوجين أن يتشارك في حل أي أزمة مالية قد تقع على عاتق أحد الطرفين لتخفيف العبء المادي ومن الخاطئ جدا ما تفعله بعض الزوجات من تحميل المسؤولية المالية للزوج وحده وهنا يأتي دور الزوجة في التدبير الاقتصادي لتجنب تفاقم الأزمات المالية أنشطة ذهنية إلى فتيات المستقبل فكرنا في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة المشاكل المالية التي تسبب تفاقم المشاكل الزوجية اكتبنا تقريرا بتلك الحلول وأرسلناها إلى إدارة المنصة للتقييم اشتركوا في القناة